موسيقى مش شاعر لكن هو شخص دارس الشخص الدارس ده النهاردة بيقولك من خلال برنامج هي وبس ست حاجات لو بطلتي تهتمني بهم حياتك هتبقى أحسن وألز بكتير الحاجة الأولية وهي حاجة مهمة جدا 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 ودي اللي حبدأ بيها بطلي تهتمني بالناس اللي ما بتهتمش بيك يعني ما تبقيش إنسان متعجرف أو جاف المشاعر لكن في نفس الوقت بطلي تهتمي بالبنيئة مين أيا كان هم مين اللي مش بيبدلوكي نفس الاهتمام ليه يا ست الكل عشان حضرتك لما بتهتمي بحد بتتوقعي أنه هو أو هي هيهتموا بيكي زي ما أنت بتهتمي بيهم فلما دا ما بيحصلش بيحصل عندك ضغط نفسي وبيحصل عندك يأس من البنيئة دم اللي معاكي أو اللي قدامك ومن الحياة وبيحصل عندك ديبراشن يعني نفسيتك بتتعب فعشان نوفر المسألة دي كلها بطلي تهتمي بالناس اللي ما بتهتمش بيكي نمرة اتنين بطلي تهتمي بالناس التوكسيك تحت مسمى القرب الحب الصداق من هم الناس التوكسيك يا ردوى من هم الناس السمى في حياتي الناس الشكاية الناس اللي ما بتحمدش ربنا الناس اللي ما بترديش الناس اللي طول الوقت عندها طاقة سلبية الناس اللي طول الوقت بتتكلم على مشاكلها وقديها يا تعبانة وقديها يا محصودة وقديها مش مبسوطة وقديها ما عاش فلوس مرتب مفوش بركة والعالب بصحتها في النازل وانا النفسيتي زي الزفت عرضو بالخينق مع جوزي ومديدي قافش علي في الشغل ما بترقاش يا ردوى ما باخدش الفلوس اللي انا محتاجين ما تعرفهمش يا تقلي تقلي شوية لشانا النفس يا مام النفس واحد محتاج متنفس محتاج ناس سعيدة محتاج ناس عندها طاقة ايجابية محتاجين ناس شيرفل ابتسامة الابتسامة في وش البني قدمين صدقة فمحتاجين ناس اللي بتتصدق بالابتسامة نمرأ 3 العمر بطلية اهتمي بالعمر بطلية تقولي انا بقى عندي 40 سنة فكبرت قوي على الكلام ده انا بقى عندي 50 سنة فمش هشتغل من الاول انا بقى عندي 35 سنة فقطر الجواز فتني انا بقى عندي 40 سنة بطلية اهتمي بالعمر عشان العمر في الاول في الاخر مجرد رقم في البطاقة رقم في البطاقة العمر هنا العمر عمر القلب والروح غزي قلبك وروحك وبطلي تهتمي بطاقتك فيها قد إيه لإنه مش فهم رابح حاجة من أخطائك أو المفروض أنه أنت تهتمي بطلي تهتمي بأخطائك بتاعة زمان أنا تخطبت ست مرات أنا عملت مصيبة في حياتي أنا من عشان عرفت فلان الفلاني فحيتقال علي أن أنا بنت مش كويسة عشان غلط مش مهم اتعلمي من أخطائك بس ما تهتميش بيها لأن كل ما أنت مهتمة بيها هتفضلي متعلقة بيها وكل ما هتتعلق بيها هتفضلي متعلقة بالماضي في عمرك في حياتك ما هتعرفي تتقدمي إلى المستقبل نتعلم من أخطائنا أولا لكن نهتم بيها لا خمس حاجة معايير الجمال والمصيبة السودة اللي عملتها السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بنت المفروض تبقى فياعة وأمر طويلة عنها خضرة أو بني وشعرها طويل وناعم مفروض تبقى لون بصرتها شكله عامل ازاي أسمر عشان السمر نص الجمال لا البياض هو كل الجمال لا المفروض أبقى خسة زي فلانا أو بلبس زي علانا المفروض أركب رموش زي ترتانا حلو إن أنت تشتغلي على نفسك وحلو إن أنت تطوري من نفسك لنفسك لكن معايير ومقييس الجمال بتاعة السوشيال ميديا أو بتاعة وسائل التواصل الاجتماعي أو ردوة الشربيني أو غيرها من الفنانات أو المودلز أو البلوجرز أو أي مكان كل ده مش مهم مش مهم مهم أنت فبطلي تهتمي بمعايير جمال ناس أخرى غير معايير جمالك أنت عشان تعرفي توضحي تفاصيل جمالك وتبرزيها فلو عيونك حلوة تعرف تشتغلي عليها لو شعرك حلوة تعرف تشتغلي عليه لو جسمك حلوة تعرف تشتغلي عليه لكن طول ما أنت حتى نفسك في مقارنة مع الآخرين جمالك مش هيبقى موجود وحتفضلي مهتمية تبقي زي مين وأنا مش عايزة كتبقي زي حد ستس حاجة وآخر حاجة دي حاجة مهمة جدا 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 هو رأي الناس فيها مش مهم خالص رأي الناس فيها فدهية رأي الناس فيها بتقول ما أنا راد يا ضميري كبني آدم ضميري الإنساني كواحدة ست محافظة على نفسها وأخذ بالها من نفسها من سمعتها من شرفها من حياتها ومن الناس المحاطين بيها ومشي على أصولي اللي أنا حطتها لي ومشي على معايير اللي أنا تربيت عليها ورد يا ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى على الأقل بعمل أقل القليل عشان أبقى مواطن صالح في الأرض ومواطن صالح عنده طول ما أنا رد يا نفسي معاييري اللي أنا حطاها لنفسي معايير مظبوطة ومشي عليها صح في ستين دا يا رأي الناس مش مهم ما بقى الناس تقول عليها إيه معاقدة مجنونة السلك ضارب ست صمعتها مش عارفة إيه ممكن تبقي بتشتغل من ممردة وترجعي كل يوم ساعة 2-3-4 الصبح فأرأي الناس فيكي هتبقى أني انتي ستة أو بنت لقدر الله سلوكها مش مظبوط وحضرتك من ملائكة الرحمة اللي بتقعد في المستشفيات مع العينين تداوي في دا وتدي دا الدوة وتغير لدا وتعمل دا وكذا هروح بقى أستقيل من شغلانتي علشان قطر الناس شايفين أنا عشان برجع الساعة 3 الصبح فأنا ست أو بنت مش محترمة أو مش مظبوطة فده يا رأي الناس المهمة أنا تقولي يا حبيبي الست حاجات اللي المفروض حضرتك تبطل تهتم بيهم عشان تعيش سعيدة ومبسوطة ولذيذة وهانم وليذي كده مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات هنبدأ حلقتنا أنا ليه بتكلم ومبتلعس محد يقول لي سبري أنا ورار إيه مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات هنبدأ حلقتنا ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر geschafft شكرا